مجدداً أظهرت الانتخابات كيف أن الديمقراطية تسير في تركيا على أكمل وجه بهذه الكلمات أقرى مرشح حزب العدالة والتنمية التركي بن علي يالدريم بفوز منافسه أكرم إمام أغلو برئاسة بلدية إسطنبول في جولة الإعادة للانتخابات البلدية في المدينة يالدريم الذي شاغل منصب وزير المواصلات ثم رئيس الوزراء فرئيس البرلمان عبر عن تمنياته الطيبة لمنافسه مؤكداً حرصه على مساعدة إمام أغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح مدينة إسطنبول ومعرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن تحمل نتيجة الاتخابات الخيرة للمدينة ويقدم أكرم إمام أغلو خدمات جيدة لإسطنبول على الجانب الآخر عمّت الفرحة والاحتفالات مقر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في العاصمة أنقرة بعد إعلان النتائج الأولية لعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بينما عبر مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أغلو عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات وسيلة للخير لمدينة إسطنبول وأشدد على أن سكان إسطنبول أعطوا درساً في أصول الديمقراطية لبعض الدول العالم التي حاولت تشبه تركيا بدول أخرى في المنطر وكانت الجولة الأولى من الانتخابات البلدية أظهرت تقدم إمام أغلو على يلدرم بفارق ضئيل بلغ نحو 15 ألف صوت قبل أن تعلن لجنة الانتخابات إلغاء النتائج ويعادت الانتخابات على رئاسة البلدية وهو ما تم وأسفر عن تقدم إمام أغلو بنحو 800 ألف صوت على يلدرم في المحصلة فإن نتائج انتخابات بلدية إسطنبول تفتح الباب أمام التساؤلات بشأن تراجع شعبية الحزب الذي أسسه الرئيس أردوغان ووصل من خلاله إلى سدة الحكم منذ ما يقرب من عقدين الأمر الذي ربما يضع الحزب الحاكم أمام مرحلة جديدة من المراجعة وتقويم الأداء السياسي ترجمة نانسي قنقر